أركان الإسلام خمسة الركن الأول أشهد ما معنى أشهد؟ يعني أقر بقلبي ناطقاً بلساني عاملاً بجوارحي لا إلهة يعني لا أحد أن يستحق أن يعبد كل ما عبد من دون الله في عبادته باطل أكفر بجميع ما عبد من دون الله أثبتال عباد إلا الله إلا الله لا إله إلا الله بنا هذا ال بنا يقوم على ركني لابد أولا أكفر بجميع ما عبد من دون الله أثبتال عبادة بجميع ما عبد من دون الله وتفرد الله سبحانه وتعالى بالعباد إذن فلابد من لا إله إلا الله من نفي وإثبات كفر بالطاغود ثم إيمان بالله نعم ونشهد أن محمد عليه الصلاة والسلام هو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام و هذا يكذب أننا نطيع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أمرا به و لا نعصي عليه الصلاة والسلام و أن نصدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبار به لأنه هو صدق المصدق عليه الصلاة والسلام وَأَلَّا يُعْبَدَ اللَّهِ إِلَّا بِمَا جَعَنِ النبي صلى الله عليه وسلم في جانب و لا نتبع النبي صلى الله عليه وسلم و لا نبتدع في دين الله